السؤال البعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله انا جوزي سيبني من سنة ومش بيصرف علي ولا على ابنه وانا كنت شايلة البيت كله من مصاريف ايجار انا لو طلبت الطلاق منه كده انا غلطانة هو الاحسن ان انت تطلبي الاصلاح بينكم انتو الاتنين ان يكون هناك اصلاح بينكم اتنين فانا شايف ان انت بتسأليني اعمل ايه لو اعتبرنا ان السؤال اللي انت بتسأله دي اعمل ايه فانا شايف ان الاجابة عندنا خطوتين الخطوة الاولى ان احنا نجلس معا ونتحاور يبقى اول حاجة سنجلس ونتحاور الحاجة التانية سنأتي ببعض الحكماء ويكلموه على انه يتق الله لان اللي بيعمله دوات داخل فيه اعظم الاسم ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول فهذا من تضيعه من يعول وهذا فيه حرمة عظيمة طيب الحاجة التانية بعد ما نشوف حد يجمعنا ويصلح بيننا ما وصلناش ده نذهب الى الخبراء نذهب الى الرشادي الزواجي عشان يصلح بيننا يبقى الثلاث خطوات دي قبل ما نروح الاطلاق اذا فشلنا في ده خالص احنا علينا ان احنا نحافظ على اولادنا من الضياع ومنسبش اولادنا يضيعهم فاحنا علينا ان احنا نحافظ على اولادنا من الضياع ولا نترك اولادنا ان هم يضيع حقهم وخاصة لو كانوا اطفالا صغارا فعلينا كمان ان احنا نرعى حقوق اولادنا مش بس ان احنا نكون قاعدين ومنتظرين ان نتصل اليهم حقوقهم لكن جزء من الرعاية ان نطالب بحقوق اولادنا عشان يظلوا في حياة منا ولا يعيشوا في حياة خطر